السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازيكم عاملين ايه? النهاردة احنا نتكلم كده على حاجة بسيطة قوي يعني قبلتني انا شخصيا فحاولتني ندور عليها. الحمد لله لقيت لها حل ومحمد لله يعني انتهيت امشي فيها. التخيل كده واحنا عاديين في وقت الكورونا الجميل اللي احنا عاديين فيه ده ربنا يا رب يعني يشفي البلد كلها ويشفي العالم كله ونخلص من الفيروس ده على خير. اه وانت قعد كده في وقت الكورونا وفي وقت فيروس الكورونا اللي هو كوفيد تسعتاشر. اه وانت قعد مسلا كده في البيت لو انت مسلا قعد مع اهلك او قعد مسلا مع امراتك او مع اخواتك او اي حد فبتاكل وبعد كده تخش تقعد على اللابتوب شوية او تمسك الموبايل وبعد كده لو انت مسلا قعد لوحدك زي حالتي تنام وتصحى وتنام وتصحى وتفتح اللابتوب وتفرج على فيلم. وبعد كانت مسك الموبايل تلعب عليه شوية لو تكلم حد من زميلك لو تروح تلعب مسلا مع اهلك لو قريبين منك كل حاجة. الموضوع تحس ان هو في زهق شوية. ويؤدي الى حالة من الاكتئاب شوية انت قاعد مخنوق ومش حابب يعني مش حابب الحياة. انت كنت واخد مسلا انت تنزل على القهوة تتحرك. اه يعني تعمل اي حركة وانت قاعد عشان يعني ما تزهقش. عشان احنا كنا احيانا من الروتيني اليوم بتاع انت مسلا انت خلص الشغل تروح تقض مع اصحابك على القهوة او تعمل حاجة لكن حتة الركود او اللي احنا عاديين فيه ده او الحتة الزيرو دي اللي احنا ماشيين فيها دي. اه تحس ان الموضوع في حالة من الخنقة. الحالة من الخنقة دي كل ما بتزيد كل ما بزيد حالة الاكتئاب بيتفرز هرمون انا بشوفه من اسوأ واخطر الهرمونات اللي لو زادت عن حدها اليومي او زادت عن الحد الطبيعي بتاعه هرمون صعبة وهو هرمون الكورتيزول. الكورتيزول وليس الكورتيزون اللي هو اخره نون لأ الكورتيزول اللي هو اخره لام. اه الكورتيزون دي حاجة قريبة منها بس الكورتيزون ده حاجة والكورتيزول ده حاجة تاني. الكورتيزول ده بيخرج من الغدة الكاظرية عندك. اه الاسف انا ما دورتش على الغدة الكاظرية دي فين? كنت بصراح كنت عايزة ادور عليها بس ما ما ردتش ادور. اه يعني بتفرز من من الغدة الغده دي بتفز الهرمونات غده الكاظرية بالزاد بالزه قصدي بالزه اه بالزه عشان بالكتب ما بيقولش حروف عربي بالزه الغده الكاظرية الهرمون ده لو زاد عن الليفل بتاعه او عن المستوى المعين بتاعه او مستوى قصدي الطبيعي بتاعه بيسبب عند حضرتك التوتر القلق اه اللي انت بيبقى عندك اكتئاب تكلف الحالات المزاجية ارتخاء في الاعضلات وتضاور في الاعضلات اه عدم النوم حاجة كده تحس ان انت دخل في عندك كده ميكس كده والدنيا بقى الجميلة او عندك بسبب الهرمون ده الهرمون ده لو عدى الليفل بتاعه عندك مسلا الهرمون ده صعب يعني مسلا الهرمون ده بيحصل مسلا لو انت مسلا ايه اه مديرك مسلا راح مديك مسلا او مسلا راح مرزع لك مسلا كلام تقيل فانت كنت انت ماشي طبيعي فجأة راح مديك زي بشكوش على دماغك كده فانت تحس ايه ده هو اللي حصل وبتدي بقى الغودة الكاثرية تفرز في الهرمون ده في الهرمون ده فبتدي عندك توطر نتعبش تركز تشويش اه تقلبات في المزاج اه عدم القدرة على اعمل اي حاجة انا دماغي دي وقفت حس ان دماغي دي وقفت ايه اللي انت ممكن تعمله في الموضوع ده احسن حاجة ممكن تعملها ان انت تعكس الهرمون ده ترجعه للوضع الطبيعي بتاعه الوضع الهرمون ده كويس او على فكرة هرمون الكورتيزول ده بس لليفل معين زي الانسولين برضو لليفل معين لما بيزيد الانسولين في الدم بيبتدي اعمل مشاكل في السمنة والكلام ده والكورتيزول صح يا جماعة اللي انا عرفتم ان هو بيزود السمنة وببداية السمنة بتبقى في الوش وفي البطن ويتبقى رجليكروفايعة يعني بداية ده الهرمون ده بيزيد في البطن كده والوش والرقب دي قصدي والبطن والاكاية يبتدي والرجليكروفايعة عشان احنا الله اعلم الحالات الحظر التجوال دي هتطول ولا لا الموضوع بقى فعلا يخمن انا فعلا والله قلت بما اعمل فيديو ده علشان نخرج من حالة الكورتيزول اللي واحد قاعد فيها عشان انا قاعد اا يعني الخمول بيجيب خمول انت بتاعد قاعد شوية قاعدت يومين كده ما بعملش اي حاجة فقلت ان ملعب رياضة لابت رياضة بتاعت هنحس ايه في حركة شوية بقى كامل تاني الموضوع بقى فيه خمول فعلا عدم الحركة اليومية للرجالة بازال بتعمل مشكلة كبيرة انا فان انت تعمل ايه عشان تتجنب هرمون الكورتيزول ده ان انت تعكسه بهرمون اللي هو العكس بتاعه اللي هو ايه هرمونات السعادة الدوبامين السيتروين سيترونين سيترونين اوكسيتوسين الهرمونات دي اختراع يا جماعة كل هرمون يعني هو ليه ليه وظيفة مهمة بس لو انت عايز تاخد الهرمونات دي كلها مع بعضا فيه مثلا انت ممكن تعمل حاجة معانة لو انت مشيت كتير لو انت مشيت مثلا لو انت مشى عندك في مكان اللي انت فيها دي اه لو مش قريبة مسلا من حتة ان انت تتقفش مسلا في مساءلة قانونية او مسلا يقولك انت ماشي رايح فين وجاي منين ممكن تتماشى شوية في الشارع تحط كده الهند فيه في غدنك وتسمع اي حاجة قرآن ولا النشيد ولا اي حاجة وتتماشى في الشارع وترجع تاني المشي يا جماع بيزود من هرمونات السعادة زئد لو انت هيفترياضة بيزود من هرمونات السعادة هرمونات السعادة زي الدوبامين والاكسيتوسين سيتروين دي غير العربية حاجة يعني اه سيتروين غير سيترونين سيترونين اه فسيترونين ودوبامين واكسيتوسين الهرمونات دي بتزود النشاط السعادة عندك وبتزود اللي انت تبقى حاسز بنت عايش مثلا او مديرك مثلا يروح ايلك مثلا ايه كويس ان انت عملت شغل معين شكرا جدا لك ربنا يعني ايه يديك زي ايه زي حاجة كده يعني ايه كلام كده يحفزك لو انت مش هعندك شغل ناقص مثلا او شغل مثلا متأخر ممكن تخلصه على اللابتوب انا بعمل كده فعلا حاليا بعمل كده بخلص الشغل ده على اللابتوب وروح باعته المديري ويتكلمه في تليفون وبعاته وهكذا هو يرد علي اللي هو ايه انا ببقى فرحان هو بيرد يقول لي اه انت عملت ده تحسين كويس اللي عملت ده كويس وهكذا اللي انا بحاول اوصله لك ايه انك حاول تكسر حالات الخمول والكسل والاكتئاب اللي عندك لان الهرمون ده كل شوية بيعلى فالهرمون ده هيتعبك بمعنى هيتعبك فانت حاول بقدر الامكان بقدر الامكان انك تعكسه بالهرمون التاني حاول تلعب رياضة انا عندي كده شوية حاجات كده زي البند وزي اللي هي الطارة بتاعة الحديد دي وبنبل بلعب فيهم كده ولا انا بلعب رياضة بحس ان انا ايه اكسر حاجز القلق والتوتر اللي عندي لان فعلا الهرمون شديد انا عدت يومين كده جماعة في حد تتحاضر تجوال دي لأ فعل موضوع خنيق خنيق فانت حاول تكسر الملل باي حاجة وابعد عن السكريات كتير لان كتر السكريات في الجسم كتر السكريات بتؤدي ان الهرمون ده بيزيد في الجسم ابد عن السكريات كتير انت قاعد في البيت اللي يام الفترة الجاية دي ابد عن السكريات والنشويات عشان ما تتخنش انت اهم لو انت شفتوا في حلقات اللي هي اسمع مني زي مثلا حاجات ليه ما بنقولش النشويات ولا حاجة وايه اللي بيتخنه حاول ت использ عن السكريات والنشويات اللي هي الرز والمكارونا والعيش والآ اي عيش انا بس اطلع فيديو كده بسيط او دلوقتي سبع دقيق شوية انا قسف بس انا كنت حيب ان اوصل لكم فكرة بسيطة قوي ان ممكن انت مش عندك الحتة دي هرمون الكورتيزول بيتفرز بكتير وعن الليفل الطبيعي بتاعه وبيسبب قلق وتوتر وخمول وزيادة في الوزن وزيادة وتضاهر في العضلات واللي انت ما بتعافش تنام كويس وقلق وانيزايتي حاجات كده كتير فانت حاول ان انت لو عندك الموضوع ده وهيزين ابتدي ابتدي امشي ابتدي اعمل رياضة ابتدي ابتدي اعمل اي حاجة تكسر لك الروتين اللي انت عاد فيه في البيت. اه لو انت بس عايز تضل تضيع التوتر اخسل موعين. انا بكلم جد اخسل موعين. الموعين اكتشفت ان هي بت يعني في دراسة انها اكتشفت ان هي بتقلل التوتر بطريقة بشعة وبالنسبة مسلا ستين سبعين في المية بتقلل التوتر عشان انت بتضيع كل التوتر فيها وبتركز فيها. فانت حاول لو طبعا مش بقول لك عشان تعمل يعني ده فيديو ليها بس الموضوع انت فعلا لازم تخسل يعني الموعين لو انت عندك توطر بقى. العب رياضة اه مش لازم تخسل معيني قصد يعني بس العب رياضة اعمل اي حاجة اكسر روتين الموضوع هيفيدك قوي. شكرا جدا لكم يا جماعة وما تنسوش طبعا تعمل سبسكرايب للقناة تشترك تنزل تحت في الزرار الاحمر لا يزهر لك دقيقة او انزل تحت كده تحت الفيديو ببساطة كده انزل اعمل دوس اشتراك واعمل لايك للفيديو لو عجبك الفيديو وما تنسوش يعني تشاركوا ما بين اصدقائك لو عجبك الفيديو طبعا اه احنا مش بنتكلم عن المعلومات صحة بس بنتكلم عن الساعات ساعات الايد بنتكلم عن الرياضة بنتكلم عن المعلومات العامة اللي بيطلع في دماغي بقوله يعني اعلى الله يعني شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي والسلام عليكم رحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة